وإحنا بنتكلم على إفريقيا ومصر وعلاقتها باقي القرى سواء باقي اقتصاديا والتنسيق السياسي فيما تعلق بأزمات القرى بالتزامن مع ده إحنا بنتكلم النهاردة عن قمة للاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وحضور للسيد سامح شكري وزير الخارجين ومثلا طبعا عن الدولة المصرية شايف إزاي أهمية المشاركة أهمية الأضايا أزمة الساد النهضة برضو وحنا بنتكلم على الحديث في وقر دارهم زي ما بيتقال شايف إزاي الملفات دي وإزاي هيتم بحثها أستاذ أحمد طيب إذا كنا بنتكلم على فعالية الدبلوماسية الرئاسية وإن الدبلوماسية المصرية بتأثير في عمل مؤسسة إطار عمل مؤسسة يبدأ من رأة الدولة يبدل جهودا دبلوماسية على أصائب مختلفة مصحوبة بتحرك مؤسسات الدولة المسؤولة عن تبديل هذه السياسة على الأرض من ثم كان تواجد معالي الوزير سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية في افتباح قيمة الاتحاد الأفريقي هذا اليوم وهنا من المهم أن نتذكر زيارة الرئيس الفنغادي القريبة إلى القاهرة والسجدات ستتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي من المهم جدا التعرف على أن الدولة المصرية بتتحرك بخطة حسيثة في طريق دعم كل مشروعات التنمية الأفريقية وبتتحرك بخطة حسيثة من أجل المطالبة بالعدالة في التعامل مع القضايا الأفريقية لكن في نفس الوقت أنا أتصور أن قضاية سد النهضة من القضايا التي الدولة المصرية تحركت عليها مع رئيس الفنغال ومع الرئيس الجزائري في الفترة الأخيرة بحثا عن مواقف تتفهم الرؤية المصرية في تحقيق المجسد للجميع من هذه الأزمة وإداراتها بهذه الصورة الرشدة والبحث والتوصيق ده كان تمهيدا لنعقاد قيمة الاتحاد الأفريقي هيكون في مواقف داعمة ومؤيدة ومتفهمة للموقف المصر ودي جهود حسيثة ومستمرة من قبل وزارة الخارجية المصرية ومدعومة بالدبلوماسية الرئيسية يعني مجلوب مقامة رئيس الفترة الأحسيسي بيلتقي رئيس الجزائري قبل أيام قليلة من قمة التحاد الأفريقي لازم نكون متفاهمين كويس جدا مدلول هذه اللقاءات ومدى فعاليتها في جذب الكتلة الفرنكفونية وخلي بالحضرات مصر في القرى الأفريقية بتتمتع بثقل كبير جدا مع مجموعة الدول الفرنكفونية ويمكن الدول الفرنكفونية الأفريقية كانت من الدول التي أوصلت رحمة الله عليه دكتور بوتروس غالي إلى منطق في كتير عام الأمم المتحدة ومن ثم التأثير المصري واضح في التحرك بهذا المصار وكذلك التحرك مع دول حوض النيل ويمكن الدولة المصرية عن طريق منظمة التعاون اللي بتجمع دول حوض النيل قدرت بالفعل أن هي توصل الصورة عبر الزيارات المتكررة لمعالي وزير الخارجية لهذه الدولة الأمر الأخير اللي عايز أقوله لحضراني هذه الزيارة في هذا التوقيت اللي العالم كله مازال يعاني أثار جائحة كورونا يمثل دعماً كبيراً لجمهورية الصين ويمثل دعماً كبيراً في ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل تجديب الاتهامات السياسية في هذا الإطار والبحث على الأرض عن تعاون حقيقي من أجل مواجهة أثار هذه الجائحة اللي مؤكد أن هي بتحظى بإحمية كثيرة ملف الإرهاب أخيراً هو ملف مطروح عطول الخط وهو من المؤكد أنه من الملفات التي سيطرحها فقامت الرئيس السباس مع الرئيس الديني ولكن مع باخذ وعماء العالم الذين يلتقون هو ملف دائم طبعاً على أجندة اهتمامات رئيس عبد الفتاح السيسي شكراً جزيلاً أستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية